نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بزيارة إلى منزل سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية بحضور سعادة الدكتور عبدالطيم الراشد الزياني وزير الخارجية وكان في استقبال سموه لدى وصوله سعادة السيد رودي دراموند سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين وقد نقل سموه تعازي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم كما أعرب سموه عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها إلى كافة أفراد العائلة المالكة الكريمة والمملكة المتحدة وشعبها الصديق بهذا المصاب الأليم مستذكرا سموه مناقب الراحلة الكبيرة التي كرست حياتها في تعزيز مكانة المملكة المتحدة على كافة الأصعدة ودورها في تعزيز علاقات الصداقة مع مملكة البحرين في العديد من المجالات وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن تمنياته الصادقة إلى صاحب الجلالة الملك شارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا شمالية رئيس الكومونورث بالتوفيق والسداد لمواصلة التطور والتنمية التي تشهدها المملكة المتحدة ترجمة نانسي قنقر